اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شوية هذي ثالث حاجة وهذه الاهم 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 انتعلخر المفيد المفيد دع المفيد رئيس الاتحادية جزائرية شرف الدين عمارة والاتحادية وكل الناس والصحافة والجزائري كامل يعرفوا باللي القضية على مستوى لجنة الانضباط وشكاو على الاخطاء التحكيمية الاخطاء التحكيمية لما تتحقق منها لجنة الانضباط الملف قبل شكلا فقط شكلا لكن المضمون رحين يشوفوا ويتحقوا من الاخطاء اللي دارها قصمة الى قصمة دار اخطاء رحين يعقبوه قصمة ما نشعر فين درجة العقوبة اسكو يعقبوه مدى الحياة اسكو مقابلة اسكو معقبوه من كأس العالم ما نشعر فين الفيديو هذا الى عادة صحيح من المفروض على الاتحادية ما ترسلش لجنة الانضباط وما تديرش في الشكوان تاحها باللي اخطاء داخلها في اللعبة ولا اخطاء تحكيمية من المفروض تروح اللجنة النازاحة فيديو هذا الى عادة صحيحة نعاونا نأكد ونكرر الى عادة صحيح تروح اللجنة النازاحة لجنة النازاحة رح تفتح تحقيق جديد اول حاجة تتأكد من الفيديو ثاني حاجة ترسل البانكة هذه والبنك اللي فيه الحساب البنكي ينتاع قصام وتتأكد من الحساب ولا الكشف الحساب انتاعه مدة شهر شهرين او مدة عام وهي تتأكد من الحساب الحساب هذا انتاعه ولا تحويلات البنكية تتأكد منها كامل مدة عام او عامين او صديق وش يحتاج الفيفا من بعدها لما تلقى اسم ايطو في هذه الحسابات زي تتراجع التواريخ من بعدها زي تعاو تتأكد من الحسابات تطلب حسابات بنكية للمؤسسة انتاع ايطو اسكو فارسا ولما فارساوش لقاسامة من بعد هذه العملية راح تطول راح تأخذ وقت طويل من بعدها ما تتأكد رسميا باللي صح ايطو ادفع اموال او رشوة للحاكم قاسامة بتواريخ بعد مقابلة الجزائر هنا راح يكون تغيير جذري في القضية وراح يكون ماهوش اعادة المقابلة المقابلة انتهت بتأهل المنتخب الجزائري بسبب رشوة الحاكم والتلاعب بنتيجة المباراة بسبب يعني كما قلنا رشوة متاع الحاكم قاسامة وهذه اكبر خطأ راح تدير اتحدي اذا عاد نعود ذكر مليار مرة اذا عاد الفيديو صحيح واذا عاد الفيديو هذا صحيح يقال يقال باللي هذا موظف في البنك تفاهموا معا اخرين جزائريين اكشفوا لهم فيديو على الحساب الله اعلم مليش متأكدين لكن باش تجيب حقها الجزائر لازم اتحادية ترسل لجنة النازاحة وتضمن لها هذا الفيديو ماهوش تقول ترسل لجنة الانضباط انه كان اخطاء واخطاء هذية اثرت على المقابلة وقاسة ما ظلمنا تحكيميا ومن يشعره في الامور هذية ما تكونش الخبز بالعكس راح ممكن ذرنا اكثر من تنفعنا لانه كاين فيه رمي مقذوفات ورمي كراسي راح تتعاقب عليها الاتحاد الجزائري والمنتخب الوطني طبيعي حال بغرامات مالية وممكن حتى اللعب بدون جمهور مقابلة او اثنان لكن الفيديو هذا تمنيته لو عاد صحيح اذا عاد صحيح صح تمنيته راح يترسل به الاتحادية لجنة النزاهة لما ترسل به لجنة النزاهة راح يتفتح تحقيق سين وجيم كما يقولوا وراح الحكاية مطولة بس صح في الاخير راح تجيب حقك وحقك ماهوش اعادة المقابلة لان هذا فيها تلاعب فيها رشوة فيها يعني خيوط طويلة راح تجيب حقك راح تتأهل مباشرة الكأس العالم في قطر مباشرة لا اعادة مقابلة بس صح انا الشي اللي نعرف على قصامة وسامع به من اللي قصامة مش هو غبي وقصامة ذيب ذيب باش يدرسيلو هذي في الكونت هذي واسعة شوية منيش نشكك في الفيديو ش نعاوده منيش نشكك في الفيديو فيديو هذا يبقى قيد الدراسة اسكو صحيح اسكو غالب الله واعلم الله واعلم لكن قصامة اقل حاجة مفروض يعني لو يتعامل بالرشو بالحواجلية مع وسط وروح وسيط تعطيل الدراهم الفلان الفلان في أولا اخرى صعيب صعيب قصامة مش سهل صعيب قصامة اذا صحة الفيديو من العدم هذي ايام راح جاوبنا عليها والقضية الى الشي اللي لعبنا به وجزاري كامل لعبا لهم باللي الاتحادية شكيت على اخطاء تحكمية وراح اخطاء تحكمية تروح اللجنة الانضباط لجنة الانضباط راح تفصل في القضية في الواحد وعشرين الى كان هذا الفيديو ضمن مراسلات الاتحادية بصح راح يكون في لجنة النزاحة ولجنة النزاحة القضية ما تحبس شو واحد وعشرين اوه راح تطول راح تطول ما تكونش في واحد وعشرين راح تفوت ممكن حتى اشهر واشهر واشهر من بيعوش الواهم للناس بصح امور معقدة وصعيبة نتمنى الخير المنتقب الوطني في الاخير منتقنا مع مزيد من الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته